إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي تتحدث عن احتدام حرب طرد السفراء بل الدبلوماسيين بين روسيا والغرب احتدمت أمس حرب طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب المستمرة منذ شهرين على خلفية تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها قررت طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها هذه الدول وقالت الخارجية الروسية إنها استدعت السفراء الفرنسية في موسكو وأعربت له عن احتجاجها الشديد على قرار السلطة الفرنسية الاستفزازية وغير المبرر إطلاقا لإعلان واحد وأربعين موظفا في البعثات الدبلوماسية الروسية في فرنسا شخصيات غير مرغوب فيها وأعلنت إجراءا جوابيا بطرد أربعة وثلاثين موظفا في المؤسسات الدبلوماسية الفرنسية في روسيا كما استدعت الخارجية الروسية السفير الإسباني ماركوس جوميس وأبلغته قرار طردها سبعة وعشرين موظفا في سفرة إسبانيا بموسكو وقنصليتها العامة في سانبوتروسبارك من جهتها أفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفة أن موسكو أبلغت البعثة الدبلوماسية الإيطالية كذلك بطرد أربعة وعشرين دبلوماسيا إيطاليا كإجراء جوابي إلى ذلك لوحت موسكو مجددا أمس بقدراتها النووية ورأت أنها تشكل ضمانة لكبح جماح أولئك الذين يعملون على دفع الوضع إلى حرب عالمية ثالثة بحسب تعبيرها اشتركوا في القناة